بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة هتكلم مع حضرتكو عن أفضل البداية اللي ممكن حضرتك تستخدمها لو معاك أي مبلغ من المال هتستخدمه بأفضل طريقة وهتطلع منه أفضل العوائد وكمان باستثمار قصير الأجل وكمان لو حضرتك حابب يكون من البنك الأهلي وبنك مصر لإني عارفة في ناس كتيرة جدا بتحب التلات شروط دول في الاستثمار بتاعهم إنه يكون قصير الأجل مش مدة السنتين والتلاتة اللي بنسمع عنها دلوقتي وإنه يكون العائد عليه عائد محترم وكمان يكون داخل البنك الأهلي وبنك مصر أولا أنا باتفق مع حضرتك في حكاية العائد طبعا أنا باستثمر فلوسي عشان عاوز عائد محترم والحاجة التانية مدة التلات سنين دي بصراحة يعني مدة كبيرة جدا وأنا مش حابب أنه استثمر فلوسي بالشكل ده لأنه قدامي بداية الكتيرة أفضل بكتير جدا جدا ولكن بختلف مع حضرتكو في حكاية البنك الأهلي وبنك مصر كل بنوك مصر أمنة تكلمنا في الكلام ده كتير جدا سواء حكومي أو خاص كلهم زي بعض كل فلوس حضرتكو مضمونة لدى البنك المركزي حضرتك بتتعامل مع البنك المركزي مش مع البنك إلا حضرتك بتتعامل معاه على اختلاف شكله أو اسمه أول شيء حاب أقول لحضرتكو دلوقتي طبعا تكلمنا كتير جدا عن حسابات التوفير وبصراح حسابات التوفير دلوقتي علشان خاطر تنافس الشهادات اللي هي ما كانتش مجزية بالنسبة للناس عملوش حسابات التوفير حلوة جدا أنا دلوقتي لو ما عنديش بديل من البدائل اللي هتكلم مع حضرتكو عنها وبدائل حلوة جدا ومحترمة جدا دلوقتي يبقى حط فلوسي أو الناس اللي لسه لحد النهاردة موظفتش فلوسها من أصحاب شهادات 18% فلوسهم موجودة دلوقتي في حسابات التوفير بياخد ما بين 4% ل6% زي اللي موجود بالزبط فيه البنك الأهلي البنك الأهلي أعتقد بيدي مبيل 5% ل6% طيب أنا لو حابة بحط الفلوسي في حساب توفير الناس دي بيبقى هدفها أنه منتظرين الأيام اللي جاية أو التطورات اللي جاية أو كانوا منتظرين اللي هو اجتماع البنك المركزي الماضي ولكن دلوقتي خلاص بدأوا يفكروا هيعملوا ايه في الفلوس لأنه مش الصحي أنها سيبها بتاخد 4% وساعة ما تاخدش كمان في البنوك دي أقول لحضرتك لأ في حسابات توفير حلوة جدا ومحترمة جدا وحضرتك مش هتربط فلوسك في صورة شهادة ولما يظهر اي شهادة جديدة زي ما كنا بنتكلم أول مبارح ممكن حضرتك ترجعوا للحلقات اللي فاتت علشان فيه توقعات كبيرة جدا جدا بإصدار شهادات كبيرة كويسة واحتمال تكون الـ 25% اللي هي طلعت حربة اعتقد الماضية طيب أنا أعمل ايه في فلوسي دلوقتي أقول لحضرتك لأ في حسابات توفير حلوة جدا وبتدينا عائد محترم زي مثلا البنك العرب الإفريقي تكلمنا عنه كتير جدا لبيد 18% شهري و20% سنوي ولكن دلوقتي البنك ده خلى احتساب العائد على الحد الأدنى هو 250 ألف جنيه يعني ما ينفعش حضرتك يكون معك أقل 250 ألف جنيه تاخد عليهم 18% بمنتهى البساطة طيب بلاش ده هقول لحضرتك في حسابات توفير حلوة جدا تانية بتدي ما بين 12% ل 14% هتقول لي 14% مش كتير هقول لحضرتك لأ أفضل من 4% و6% موجود عندنا حساب يوم بيوم اللي في بنك مصر كمان فيه عند حضرتك حل محترم جدا 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 وهي وديعة لمدة شهر في بنك مصر هيدل حضرتك 14% لمدة شهر واحد بعد الـ 14% بعد الشهر حضرتك هيتم إنه حضرتك تسترد فلوسك أو تجدد الوديعة هتقول ل 14% يعني كل 100 ألف أخذ 14 ألف هقول لحضرتك لأ هي ما بتتحسبش جدا تحسب إنه حضرتك بتاخد العائد تقسمه على الشهور وبيطلع على 12% حضرتك اللي هيطلع عندك هتقسمه على 12 شهر هيطلع العائد الشهري لكن هو الحساب اسمه الوديعة بيبقى العائد عليها اسمه 14% حبيت بس فاهم حضرتكو الحكاية دي بعد كده عندنا وزون الخزانة 3 شهور مودة حلوة جدا 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 العائد عليها 18% في الطرح الأخير وزون الخزانة للي ما يعرفهاش تكلمنا فيها كتير جدا كتير جدا من أفضل أدوات الدين اللي ممكن حضرتك تستعملها بتاخد حضرتك 25 ألف جنيه بتشتري بيهم إذن خزانة يعني كل إذن ب25 ألف جنيه سي مثلا حضرتك معك 100 ألف جنيه بتشتري أربع أزون خزانة بتروح حضرتك يوم الأحد أو الخميس قبل الساعة عشرة صباحا تقدر تشتريها بمنتاز سهولة والبساطة مش أي مشكلة خالص بس بشرط يكون حضرتك ليك حساب داخل البنك الأهلي أو مصر في بنوك كتير بتصدر حسابات الأزون الخزانة ولكن احنا بنتكلم في أنه حضرتكو بتحبوا البنك الأهلي ومصر وموجود برضو في بنك القاهرة حضرتك بتاخد في مدة 3 شهور 18% وفي السنة بحوالي 24% وبعد خصم الضريبة بيوصل 19.5% وحضرتك ده من أدوات الدين المحترمة جدا جدا بعدها مدة 3 شهور مدة 6 شهور 9 شهور 12 شهر بقدر عادي جدا أسترد الأزون بتاعتي وأسترد فلوسي من غير خصم ولا جنيه وكمان في عندي هنا أوبشن حلوة جدا 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 إنه أنا هاخد العائد بتاعي مقدما يعني أنا دلوقتي كنت أعمل شهادة مش حابي بعمل شهادة دلوقتي ممكن حطي مثلا المئة ألف جنيه بتوعي هاخد عليهم بعد خصم الضريبة لمدة سنة 19.5% ممكن أنا أخدهم وأقسمهم على السنة عادي جدا أشوف المبلغ اللي هيطلع كام وأقسمه على الشهور وأبدأ أصرف منه لحد ما يطلع شهادة جديدة محترمة ما فيش أي مشكلة طيب أنا في حل لو رحت استرديت الأزون ولسه السنة ما يعني ما وصلتش لي مدة السنة ما فيش أي مشكلة عمر الخسارة ما بتبقى قد قيمة السبعين في المئة اللي بخسرهم عند كسر الشهادة لا بالعكس أنا ممكن أكسب فيها كمان لأنه أنا بروح أقول إن أنا عايزة استرد فلوسي فهم بيبيعوا لو طلع العطاء محترم أو عطاء كويس حضرتك بتكون حققت كمان مكسب في أزون الخزانة بعد كده بيجي معنا حل محترم جدا 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 اللي هي سنة ديء الاستثمار أول وأفضل بصراحة استثمار ممكن حضرتك تحط فلوسك فيه أول صندوق فيهم وصندوق بشاير وتكلمنا عنه كتير جدا مع حضرتك والصندوق السادس في البنك الأهلي ومصر وسعر الوثيقة هنا 144 جنيه في الوقت الحالي ولكن الجزء ده العوائد بتاعته محترمة جدا جدا لدرجة إنها بتوصل لـ 33% حققها 3 مرات 27% وحققها أكتر من مرة ولكن للأمانة الصندوق ده مش عالي المخاطر لكن متوسط المخاطر وليس منخفض المخاطر حضرتك لما بتروح تستثمر فيه سنة ديء الاستثمار بيسأل حضرتك عايز حاجة متوسط المخاطر ولا عالي المخاطر ولا منخفض المخاطر منخفض المخاطر ما بيتعاملش خالص مع البورصة المصرية متوسط المخاطر بيكون جزء من فلوسه بيعمل داخل البورصة المصرية عشان كده بتلاقي مرة 33 مرة 27 وممكن يحقق 19 و20 ما حصلتش قبل كده بس عادي ممكن تحصل عادي جدا لأنه بيتعامل بجزء من فلوسه بيضارب فيها في البورصة المصرية ولكن اللي عالي المخاطر بتبقى الإراضات بتاعته عالية جدا 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 ولكن حضرتك بتبقى بتخاطر لأنه كل فلوسه بيتعامل فيها في البورصة المصرية والبورصة المصرية زيها زي بورصة في العالم يوم لفوق ويوم لتحت ده شيء طبيعي جدا جدا في كل بورصات العالم طيب إزاي أقدر أشتري داخل سنة ديء الاستثمار هقول لحضرتك سنة ديء الاستثمار على عكس أزون الخزانة سنة ديء الاستثمار تقدر حضرتك هتاخد المبلغ الا حضرتك عايز تستثمره وهتروح لموظف البنك أو خدمة العملاء هتقول له انه حضرتك عايز تشتري أو تضارب داخل السنة ديء هيقول لحضرتك زي ما قلتلك منخفض المخاطر ولا عالي المخاطر الصندوق اللي بنتكلم عنه ده صندوق منخفض المخاطر ولكن حضرتك هتروح للبنك بعد الساعة 12 بعد كده عندنا صندوق يوم بيوم ده غير حساب يوم بيوم اللي تكلمنا عنه غير حساب التوفير بتاع يوم بيوم بينزل فيه العائد بشكل يومي بالضبط زي حساب التوفير الصندوق ده حقق قبل كده 25% وحقق 30% اعتقد مرتين وحقق 24% حوالي 3 مرات بس الوبشن هنا انه حضرتك الحساب بينزلك يوم بيوم أو العائد بينزل لحضرتك يوم بيوم يعني يوميا بيكون في حساب أو داخل الحساب عائد جديد بينزل العائد مرة بيرتفع ومرة بينخافض زي ما قلنا قبل كده ولكن صندوق يوم بيوم ما بيتعاملش في البورصة المصرية يعني منخفض المخاطر في عندنا نفس الحساب بالضبط معمول بالدولار ومعمول باليورو في الدولار العائد بتاعه السعر الوثيقة فيه 12 دولار والعائد عليه بينزل يوميا بالدولار والعائد عليه 12.7% مش كل الأوقات يعني على حسب الشريحة لانه شغال شرايح يعني ما بين 8% لـ 12% ساعات بيدي 10 وساعات بيدي 11 حضرتك بتتعامل فيه بالدولار وممكن حضرتك تتعامل فيه باليورو طيب في الوقت الحاسم اللي احنا فيه ده حضرتك هتتعامل في ايه بالزبط هقول لحضرتك أنا أقولت لحضرتك على كل البدايل اللي موجودة دي أفضل أنواع البدايل اللي ممكن حضرتك تتعامل بها دلوقتي ولكن لسه في عندنا حاجة حلوة جدا 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 هي شهادة تعتبر شهادة استثنائية حضرتك ممكن توظفها زي ما أنت حابب العائد عليها مش كبير قوي أعتقد 17% لـ 18% ولكن فيها أوبشن حلوة جدا جدا أنه أنا ممكن أرمي كل ده وأحط فلوسي في الشهادة دي بعد 6 شهور أكثر الشهادة أكون استفدت للـ 17% أو 18% أنا معرفش هي كان بالزبط دلوقتي في بنك مصر الإسلامي في الفروع الإسلامية لبنك مصر حضرتك ممكن توظفها على حسب ما أنت عاوز يعني أخذها 6 شهور وبعد 6 شهور هكسر الشهادة مش هكسر ولا جنيه واحد وكتير جدا قلت لحضرتكم هنا بقى الشهادة دي لما حضرتك هتكسرها هتقابل عملاء شهادات الـ 25% أثناء استحقق شهادات الـ 25% هقدر أحط فلوسي في عائد محترم جدا جدا لأنه اللي جاية هيكون أكيد أفضل بكتير جدا البنوك شافت اللي حصل مع الناس الفترة الماضية وعارفة إنه الشهادات دي ما كانتش مجزية مع الناس بل بالعكس زي ما قلت لحضرتكم في الحلقة الماضية إنه دلوقتي فيه تفكير جدي جدا 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 بطرح شهادات جديدة هتكون تقريبا 25% نفس الشهادات الأديمة يعني هيعيد إنتاج المنتج أو بيعه بشكل آخر كل اللي بيحصل في السوق المصرفي وكل اللي بيحصل داخل البنوك بنيقوله لحضرتكم لحظة بلحظة ولكن عارفة إن فيه ناس ما عندهاش صبر أو مش ما عندهاش صبر عشان هي مستعجلة لا مش هتقدر تصبر على إنه ما يكونش في عائد شهري كل شهر يروح يجبه من البنك ويصدد بيه التزاماته عشان كده حبيت أعمل لحضرتكم الحلقة دي فيها كل أنواع العائد من أول 6% لحد 24 و 30% حضرتكم ممكن حقق 24% و 30% زي ما قلنا داخل الفيديو بتمنى من حضرتكم الاستفاد ولو بمعلومة واحدة يضغط لايك للفيديو وأشوفكم فيديو بديد وخبر جديد فأمان الله